قال الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون هذا مثال ضربه الله للكافرين والمؤمنين ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء هذا مثل الكافر وما عنده حيلة ولا يدبر ولا يعرف يستثمر ولا ينمي مالا ولا يستفيد منه ومن رزقناه منا رزقا حسنا هذا المؤمن فهو ينفق منه سرا وجهرا أعطاه الله مالا ويعرف يتصرف فيه وينميه ويستثمره وينفقه وينيضع المال يعمل فيه بطاعة الله وينفقه في رضا الله يأخذه من حلال ويحطه في أبواب الخير هل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي ذاك اللي ما يدبر ولا يفعل شيء بل هو بخيل بل هو ممسك وهذا الغني السخي؟ هل يستوي المؤمن والكافر والبر والفاجر؟ لا يستويان طيب المثال أيضا يعني الأمثال في القرآن شكرا